بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام سنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وأنتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم معنا واحد الصغر ديال قبول ديالشهر رجب قبول رائع كما درته على أي نية درته على الزواج غادي تكتبي الزواج درته القبول على حسب العمل غدريه العمل درته على حسب على حسب المحبة غيكون عندك محبة إذن تقدري الورقة تكتبي فيها جعل نوايا ديالك زواج عمل محبة رزق أي حاجة ولكن غادي ندروها بهالطريقة اللي غادي نعطيكم إن شاء الله مع عشوب ربانية اللي غادي تعطيكم طاقة إيجابية إذن غادي نتبخر بها ثلاث مرات ثلاث مرات في الأسبوع ثلاث مرات ولكن طريقة اللي غادي نعطيكم هي اللي غادي تطبقوها بالحرف وغادي تنجح معكم الوصفة بإذن الله نية ديالك على العمل عندك تعسير في العمل عندك دراسة ولكن غير مقبولة في الدراسة أو ما تتبغيش أنك تروحي للدراسة أحيان الناس تكرهوا تبغيش يبقوا يروحوا إلى الجامعة أو المكان اللي تقرأوا فيه أو تدرسوا فيه تبغيش يبغيش أنهم يروحوا أما البنت اللي معطلة على الزواج محجوبة على الخطاب دائما تتكون بصورة لائقة ولكن ما تتبانش محجوبة عند حجاب وسطار ما تشوفوهاش الخطاب ولو يجوحوا إلى الباب ترجعوا إذن البنت اللي بغا تزوج صالحة لها هذه ولكن عدنا واحد للرقم من أقوى الأرقام وعدنا خمس حروف خمس حروف نورانية تشيعوا نور نور سبحان الله لها طاقة إيجابية في طاقة لإنسان عنده نحس أو عنده عارض زيانة له هذه الحروف النورانية إذن بغينا نطهر الناس اللي عندهم نواحس نواحس ما عنديش رزق ما عنديش حد دائما غير محدودة دائما عندي صداع والمشاكل فيما مشيت سينوضع لي الصداع لكن الناس اللي سينوضع عليهم الصداع بدون سبب بدون سبب تينوضع لهم المشاكل ماشي مقبولين عندكم حدود قليلة غادي تديرو هات الوصفة إذن غادي نحساجوا هنا عدنا السنوج بدون عدد القرون فيل بدون عدد عدنا ثلاث ورقات من مناديل ورقية مناديل ورقية عدنا البارفان أي بارفان هذا غير ديال المنزل عادي عدنا ثلاث ورقات ما سنكتب علي هذه الورقات قبل ما نحط فيهم السنوج وقبل ما نحط فيهم القرون فيل بدون عدد ولكن من الفضل من الأحسن ديالو سبع حبات أما السنوج بدون عدد محلقة صغيرة لأنك بغيت الطهر الحسد والعين والتابعة لم يقفلك حالك في كل الأمور إذن بغينا انطهروا البدن وبغينا انحيدوا النواحس إذن غادي ناخد واحد الورقة وغادي ناخد واحد الرقم من أقوى الأرقام هو الرقم خمسة كتبوه هنا يا أي واحد بغي يمشي لأي مكان يكتبوه هنا إما بالحناء وإما بقلم أسود الرقم الحض رقم خمسة ديالكفاح ديالرقم مميز إذن غادي ناخد علوم الأرقام تهما رائعين ولكن ما فيهم لا شعودة لا تشعجة كل شيء الله خلقوه بأرقام إذن عدنا الحروف الخمسة هي كيف هيا عين صاد عدنا غادي ناخد ورقة منادين عندما غادي نكتبوه هنا الرقم خمسة وهنا الرقم خمسة وهنا الرقم خمسة وهنا الرقم خمسة وهنا الرقم خمسة غادي نكتبوه هنا كاف هيا عين صاد هنا كاف هيا عين صاد هنا كاف هيا عين صاد غادي نكتبها خمس مرات كدائرة وغادي نخلف ربعات المرات الرقم خمسة وغادي نكتب وسط المنديل غادي نكتب الرقم خمسة ونجي تلفق الرقم 5 ونكتب كافية عنصات ونكتب وزيناها للناظرين ونكتب هنا ونكتب وزينا فلانة بنت فلانة للناظرين في العمل في الزواج في أي حاجة بغيتي ونكتب ونكتب فيها أنتم شوفوا الورقة وصوروها ونجعلها عندكم إذن وزيناها للناظرين سنوضع فيها القرنفل والسنوج إذن ورقة وكتبوا فيها تاقة التي أعطيتكم سنطويها بحركة ونحطها تحت المخدة أثبات ليلة كاملة سنضعها تحت المخدة إذن حطيناها تحت المخدة ليلة كاملة صباح مع الفجر مع الفجر أمنيتك تلبيها مع وقت الطلب الرزق الزواج رزق المال رزق الدراسة رزق أي حاجة رزق إذن سنضيعها صباحا مع الفجر سنحاول إن شاء الله يحاول الله وقواته نشري الفحم الدائري الفحم الدائري سنضعها في هذه الورقة وغادي نلبس واحد الجلباب يكون فضفاض ما يكونش أسود يكون يكون زهري أو ديال الأم ديالك يكون أبيض سير الغرفة ديالك دخلها داك من جيمة تتغير ور وحاولي أنك تحطي واحد جوج قطعة ديال الفحم ونحط هذا القبول القبول بخمس حروف نورانية وبخمس أرقام خمسة وغادي أنت تتقرأ أنت تتبخري وأنت تتقرأ خمس مرات كيف ها يا عين صاد هي حروف نورانية حروف لا يعلم قدرها إلا الخالق هي رمز من رموز الله اللي تفسرها ولكن حروفها العلماء هي قادية للحاجات سريعة الإجابة سبحان الله العظيم لها طاقة نورانية في طرد النواحس إذن غادي تحطوها تحت المخدة هذه غادي تحطوها تحت المخدة والصباح غادي تتبخروا بها على نية الفرج زواج عمل طاقة إيجابية في كل الأمور ما تنسوش أحبابي كل يوم كل الليلة من الليالي نكتب ونحط تحت الرأس ذي والصباح مع الفجر نتبخر إذن ثلاث ليالي هادو ما كتبش فيهم انتو ما غادي تاخدوا ورقات مناديل هاكا مناديل وغادي اطوهم بحلقة وتكتبوا فيهم على حسب كأنه جدول ولكن هو حرز رباني لفتح النصب حرز رباني لفتح النصب في كل شيء وغادي كل يوم كل ليلة من الليالي تكوني موضيها وتكوني صليتي جوج ركعات ومن بعد عادة شرعي في كتبها وحاولي أنك تكتبها بخط خطة كنتية وتحطي القرنفل وتحطي السنوج ومن بعد عادة حطيها تحت الرأس ديلك مع الفجر أو الصبح تبخري ولكن رماد جمعيه ديال ثلاث أيام إذن دلوها تستغى وانتم منويا غير الخير تطلبي الله سبحانه وتعالى وتبخري بهذا البخور هذك الرماد اللي تبخرتي به غادي تحاولي أنك تحافظي عليه حتى تتبخري بهذا البخور هذك الرماد اللي تبخرتي به غادي تحاولي أنك تتبخري مع الحرمل مع القرنفل صاروا رماد غادي تجمعي الرماد ديال ثلاث أيام وغادي تتلوحيه في مكان عاشب باش تزيان أيامك وتزيان أوقاتك الرماد تحيي ديه كل يوم احخلي خلي الفحم احتي برد ولكن هو صار الرماد غادي تجمعي هذك الرماد وتلوحيه في مكان عاشب ديال ثلاث أيام ولكن تديريها لخوك إلى معطل على العمل كنت انتي عندك نواحيس في الزواج عندك نواحيس مع الزوج ديالك مزوجة ولكن بدون محبة تكتبين محبة بيني وبين فلان والفلانة بحق هذه الأسماء النورانية أن تفرج همي بيني وبين زوجي وتجعل وتجعل المحبة بيني وبينه ولكن تكتبي الاسم دياله هنا تكتبي الاسم دياله هنا على نية أنك بغا جعلي هذك إنسان يحبك لأنك هنا كتبتي وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين فلانا بنت فلانا زيناها للناظرين قلم أسود أو قلم أحمر أو قلم أخضر انتم في الاختيار حاولوا أنكم تديروا هذة الصغر رائعة وأكتر من رائعة حاولوا غير أنكم تديروها بالنية ولكن تكون على طهارة الناس اللي بغين يخدموها الطاقة يكونوا على طهارة ما يبغوا تبخروا ويبغوا كتبوا ويبغوا أنهم يحطوا طاقة اللي رائعة وأكتر من رائعة إذن أحبابي ما تنسوش اللي لايك ما تنسوش الدعم أريد نعطيكم من طاقة شفية مغربية وصفات رائعة اللي غادي تحليكم العقد وغادي تفتحوا بها نصيبكم إن شاء الله إذن ما تنسوش بالدعم لكم وبرتاجوا هذة الفيديوهات وحاولوا أنكم تخلوا الفيديو يشوفوه أكبر عدد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته